انت دايما بتتكلم على انه بشوف انت موجود على مواقع التواصل الاجتماعي اكرام توني بلوت فوكو طول الوقت انت ممتن لكل الكروهات اللي اشتغلت معاها ورا الكاميرا وكل الزمل الفنانين والنجوم وده نقطة مهمة السوق المصري على قد ما هي شوية تخوف لانه الجمهور المصري كتير يعني يا يحبك زي ما حصل معاك بشكل كبير يا عادي يا هتروح وما تعلمش معاهم انت شايف دورك كفنان لما ده يحصل معاك وتنجح بتعمل ايه للاجيار الاصغر بقى يعني انت هنا بقيت نجم بعد موضوع اقلي وبطولة قدام غادة عبد الرازق وغادة عبد الرازق من النجمات التقال في السوق المصرية وبعدين فيلم شايف ازاي انه الفنان دايما بيبقى عليه دور اللي جاي وانه لما بيقى معاها حد جديد يدعمه ويعني يدينه مساحته طيب هي نقطتين بالنسبة اللي اكرمتونا دي حاجة انا لازم اقولها يعني لازم اقول لشعب مصري الفناني المصريين اللي اكرموني يعني فيه ناس كتير بعثتلي مسيجات او اتكلمت معهم وشفتهم فيه قالوا كلام هو مش مطلوب منه ان يقول الكلمتين دول او حتى يتصل بي فدي دي لازم تقولها الشقة التانية من السؤال الجيل الجديد ده انا بشعر فيه مسئولية دايما احنا تجاهه عشان انا في يوم الايام كنت هنا انا في يوم الايام كنت عايز انا بمحبش كلمة دعم هو بيدعم نفسه وكلمة دعم بدأت تبدو كتفضل او كمنية لا انا دلوقتي مثلا مخلص فيلم مبارح اللي هو الصوت المبحوح ده عشانه فيلم هو مشروع تخرج لمجموعة طلاب وطالبات في معهد السنة فيلم قصير 15 دقيقة للأستاذة منيرة السيسي هي المخرجة بعتتلي على الفيسبوك قلت لها بعتلي الناس شفت الناس جميل يلا نشتغل انا بشوف الفرح اللي بشوفها بعينيهم انت بترد بنفسك على الفيسبوك مش عايزة اخرج من الموضوع بس عايزة ااكد على النقطة انا في وسائل التواصل الاجتماعي انا قليل التواجد يعني مشكتي بس انا اللي برد يعني ما بسيبش حد يرد عني او شركة تمسك وهي تبدأ تقول لأ بحب انا انا اكلم الناس